عندها الركب بتاعتها بالتقطع عندها خشونة في الغضاري في تاعت الرجبة فبتقلمها الرجبة فلغاية انا حلو طب انت جايالي ليه اصلا لقيت عندي فيتامين دل ناقص طب انت استيفين استو في صيدالي دي بقى الجديد اه يعني منعرفه من تحليل استيه ازاي في الصيدالية قالتلي صيدالية عندنا فيه قلم كده بتمسكه والقلم ده متوصل بجهاز كمبيوتر ومقيس التلات فيتامينات بمتنجني الله اكبر كلام مش منطقي خالص طب هقيس ازاي فيتامين دل اللي ماشي جوه الدم من خلال قلم يعني مش ملامس حتى الدم دملامس الشعيرات الدمهوي فطبعا ده كلام ما عرفش انا اسميه ايه قانونيا بحكت والله ولا انزعات لا انا من النوع اللي بينفعل جدا على المريض وبغير قوي على المرضى بتوعنا على المصريين عموما بزعل جدا فبحس ان انا انا حتى لما بيجيلي مريض عمل تحليلات مش وضعها السليم تعرفة في العالم كله في ممارسة الطب في حاجة اسمها كوست بنيفت التكلفة مقابل للفائدة لما لاقي مريض عمل تحليلات مش مش هي المطلوبة مش هي اللي بانزعج ليه لانه هو كده دفع فلوس عمل تكلفة بدون فائدة نعم فقلت له اولا ان ده كلام فارغ مش مزبوط كان معاها زوجها وهو رجل مهندس وشكله محترم جدا قال لي شفت انا اتخنقتي معا قلت له ان ده كلام فارغ هي عندها اعتقادي عيني ان الكلام دوان هو كلام الماسك نعم موسيقى 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 موسيقى